قاعدة تخدم في خدمة ياسر مزيانة من الأعلاميات التوينسة اللي فخورين بيها موجودة في قنوات الكأس الرياضية نحكي لكم على أميرا الجزيرة مرحبا يا ميرا مرحبا يا ميرا يا عايشك مرسي بلانترودكسون يا عايشك وحنا زيبا فخورين بيكم بالخدمة اللي بتعمل فيها في ديبان السيار عايشك ميرا أميرا أنت من الأعلاميات التوينسة اللي متابعة للشأن اللي صاير في غزة وفي فلسطين وأكثر من مرة كنت فاعلت على مواقع تواصل الاجتماعي سواء عبر فيديو أو عبر تدوينات زادة كيف كيف قبل هذا خليني نسألك أميرا كمواطنة تونسية عربية كأم قبل ما تكون حتى كأعلامي كيفاش عاشت ليلة البارح والله إليس برح ليلة صايفة برشا كنا بكينا برشا وتعبنا برشا خطر كما قلت ما أنت فتا وحكيت على قطع الإتصالات بالكامل ولغزة وحدها للغزة للأسف ما أنت مش كنا برح وحدها غزة سنوات الغزة وحدها اليوم 21 يوم العدوين الإسرائيلي على خويننا في غزة 21 يوم كما قلت من الجرائم الأبشع على الإطلاق في حق التفولة والإنسانية للأسف اليوم شاهدناها مباشرة من جارنا وحسينا بمدى ضعفنا ووهننا حسينا قديش أحنا من نجم نعمل شيء حسينا بمدى عن جهية القوة 30 يومي ومدى احتقار وتجاهلوا الموقف الأمة الإسلامية وحتى الردد فعلهم وربما أميمة هذا تجاهل هو في حد بيت ورسالة تعبر عن العجز العربي والقوم الإسلامي نشاهدوه اليوم اليوم سجلنا 7.730 ضحية فلسطيني تقريباً 1800 مفقودين معنى أرقام خيالية أرقام ما كناش نتخيل ونشوفوها مباشرة البارح تم قطع الاتصالات بالكامل عن ستاع وتم اشتيحه ليلاً أسف عن طريق البحر والجو وطيران معنى كان اشتيحها ظالم وإجرامي جداً صراحة حتى الحقيقة حتى كنا حكي عليه والله قلبي وجعني وأنا متأكدة لي كل معنى ما هيش واحدة متأكدة للعرب الكل وتوينس الكل عايشين نفس الغمة نفس وجيعة والإحساس بالعجز خاصة عاجز عاجز الأحساس بالعجز ذكا هو اللي يوجع أكثر واللي يا قهرك واللي تحس رحك ما قدمك حات شيك أنك تدعي وتطلب ربي أنه يفرج على الفلسطينيين وينصرهم